موسيقى انا عاوزك تشاركنا شوي تعطينا يعني مش بس نتكلم بالسرعة عن الموضوع لكن عن اذا فيه ادلة منطقية اللي بتساعدنا نفهم على يعني على الادعاء ان الكتاب المقدس اتحرف خلينا اتكلم منطقيا يا أسيس نزار بدون الرجوع الى اي شواهد في الكتاب المقدس فضل منطقيا اذا الله ارسل رسالة علشان يهد البشر طبعا الغرض ان الله يرسل رسالة علشان يهد البشر علشان يعيشوا كويسين هل مش هابزل مجهود علشان يحميها منطقيا الله القادر على كل شيء على اقل يحمي الرسالة بتاعته في نفس الوقت هل يقدر يحميها ولا ما قدر المفروض انه يقدر يعني اذا كان الله هو الى بلا حدود قدرته بلا حدود يبقى المفروض انه يقدر يحمل يحمل منطقيا يحمل الرسالة بتاعه لكن كمان خليني اسأل اذا الله بعت رسالة وسمح لها انها تحرف ازاي يجي دين الناس بعد كده اللي بيتباعه بمنطق الاخلاص هذا الكتاب المحرف ما يقدرش على فكرة اللي يقول انه الله سمح الكتاب بتاعه يتحرف والله ما عملش حاجة ده بيهين الله لا اله ضعيف بيشير على الله انه ضعيف ما قدرش ما قدرش يعملها فعشان كده خد بالك عزيزي مشاهد لو انت بتكلم عن الكتاب المقدس تقول ان الكتاب المقدس حرف انت بتهين الله انت بتهين الله الله سبحانه وتعالى انت تهين